يا أخي إذا عندك وجع في البطن في بعض الحالات اشرب العسل لأن النبي في صحيح البخاري لما جاءه رجل قال يا نصول الله إن أخي يشتكي بطنه قال النبي يسقيه عسلا وإذا عندك وجع في العين في بعض الحالات استخدم مي الكمأة لأن النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين الكمأة تشبه البطاطا تشوفها عند العطارين إذا عندك التهاب اللوزتين في بعض الحالات استعمل العود الهندي لأن النبي في صحيح البخاري قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية هو خشب طيب الرائحة فيه مرارة خفيفة وقيل يستخدم لالتهاب الرئتين وعصر الهضم والانتفاخات وإذا مشان علاج الحزن أحيانا اشرب التلبينة هي شوربة من دقيق الشعير النبي في البخاري ومسلم قال عن التلبينة أنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة عنه لبعض الحزن وإذا عندك وجع في الجسم استعمل الرقي لأن النبي في صحيح مسلم لما جاءه عثمان بن أبي العاص يشكو وجعا في صدره أثر إسلامه قال النبي ضع يدك على الذي تألم من جسدي قل بسم الله ثلاث أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبعا إذا في عندك سعال وربو أحيانا استعمل حبة البركة لأن النبي في البخاري قال الحبة السوداء شفاء من كل داءة وقيل تستعمل للسكر وارتفاع ضغط الدم وإذا عندك شوائب الدم في بعض الحالات استعمل الحجامة لأن النبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإذا عندك ارتفاع الحرارة يعني ارتفاع درجة حرارة الجسم في بعض الحالات استعمل كمادات المي لأن النبي في الصحيحين قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وردت زيادة في صحيح البخاري ماء زمزم وإذا عندك امساك في البطن في بعض الحالات استعمل السينة مكي ورق السينة مكي لأن النبي قال عليكم بالسنة فإن فيها شفاء من كل داء طبعا ورق السينة مكي تشوفوا عند العطارين وأحيانا تستعمل للقولون وبالنهاية اتداوى لأن النبي قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء إبراهيم الخليل قال وإذا مريضته فهو يشفين فيارب اشفي جميع المرضى وكل واحد يقول آمين